قضية بعيدة عن تشرين الآن لا تخص تشرين فقط تخص كل المجتمع العراقي كل المجتمع العراقي الآن محتقن و الكل متفق بأنه قد لا سمح الله إذا استمرت الأوضاع كما هي عليه بهذه الهيمنة بهذه الفوضوية عدم الاستقرار عدم المساواة عدم الإنصاف عدم العدالة فأكيد بأنه سيكون أي احتجاج قادم هو احتجاج بسمع عنفية قد يكون هذا الشيء فهذا ملاحظ و مشخص في المجتمع العراقي و موجود أعتقد بأنه هذه فرصة و قلنا من البداية تشكيل حكومة السيد السوداني بأنه هذه فرصة ولكن مع الأسف النظرة الضيقة من قبل الطبقة السياسية في حدود مصالحها في حدود فئات معينة من الجمهور التي فقط تخرج في موسم الانتخابات و محاولة شراء ذممها و محاولة إرضائها أعمى بصيرتهم و بصرهم عن أغلبية الشعب العراقي التي لم تقابلها بالنظام السياسي و عدتها انتقات و الآن عدتها تشخيص سيء ضد النظام السياسي الموجود فهنا هذه راح تثير أزمة وأنا اتفق مع تصريح السيد بها العراجي بس مو تشرين يعني مو إلا تشرين لكن خلنا نقول فواعل الاحتجاج قد شرارة ما نعرف من ينتجي قد حدث واحد بسيط حدث واحد بسيط ممكن أن ينفجر المجتمع العراقي بالمناسبة أنا محتج من 2011 لو تقلي بالتساطعش تدري بينه واحد عشر ستصر بهذا الشكل أقول لك مستحيل ولكن سبحان الله شرارة صارت ضربوا الدراسات العليا ضربوا البنات والخريجين و انفجر المجتمع و طلعت أحزمة الفقر و طلعت الناس كلهم بس أنت تتوقع بوادر الاحتجاج قادمة الكل يتوقع و أنت تتوقع نعم الكل يتوقع كل من باحثين من مدونين من سياسيين الكل متوقع بأنه أكو شيء قادم من الجنوب؟ أكيد أكيد أن الجنوب